اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب ان تحترم دارك الشيخ لقد زرت دول عديدة في شتى انحاء العالم والتقيت بأناس ملاحدة وكتابين وكنت احترم شيبهم فمن حقك ان لا تحب ذلك الشيخ لانه لا يحبك ايضا ولا نحبه فالولاء والبراء هو عقدتنا لكن يجب ان تحترمنا ابن الكبير لو ابن عصر السنة يريد ان يقرأك عليكم اية او ايتين من فضلكم اهلا به اهلا به اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات ولو الضواشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي نرضى بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم ودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به لوضا بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعفلون ومن آياته أن تقوم السماء ولرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات ولرد كل له قانكون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل لعلى في السماوات ولرد وهو العزيز الحكيم ضرب لكم نفلا من أنفسكم هل لكم مما ملك سيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل لآيات لقوم يعفلون بل السبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل السبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ظل الله وما لهم من ناصرين بل السبع الله